الاهلي حاول بكل الطرق انه يغير معاد مباراته مع ساندونز في القائرة لكن الاتحادر افريق خرافت كل محاولات وطلبات النادي الاهلي انه يغير مواعيد المباراة يعني وتمسك بالجدول والأيام التوقتات المعلنة من غير اي تغيير الكاف قال انه في حقوق بس تريفزيوني ترتيب نقل المباريات اللي تم الاستخرار عليه من بداية البطولة واي تغيير حيؤثر على بقية المباراة وده هيهدس ارتباك يبقى كده الاهلي حيلعب مباراة ساندونز المباراة الاولى هتبقى الساعة سبعة مساء وده الاول مرة احنا دائما كانوا بيستضون هناك في عز الحر الساعة ثلاثة مع النفس الاليل فبتبقى مشكلة لكن المباراة الاولى سبعة مساء ده يوم الاحد تسعة وعشرين اكتوبر ان شاء الله لقاء العودة على طول بعدها يوم الاربع في القاهرة واحد نوفمبر الساعة اربع العصر مش خمسة انتو عارفين ان الساعة تتغير كل سنة وحضراتكو طيبين ان شاء الله بعد بكرة الساعة تتغير فهتبقى المباراة الساعة اربع الاهلي هيتسافر امتى هيتسافر بسلامة الله يوم الخميس الطيارة الخاصة هيتمرن الصبح يركب الطيارة بعد التمرين يتوقع الله يوصل هناك يتمرن جمعة وسبت ويلعب الحد ان شاء الله كل التمنات بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله فيما هو قادم